مملكة البحرين أبرز فعليات سمو الشيخ ناصر بن حمد خلال عام 2017 في سياق تقرير التالي نجاح تلو الآخر وحضور لافت ومتميز ومشاركات فاعلة ومؤثرة ترجمة العمل الدؤوب الذي قام به اسمه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية خلال العام 2017 عام حمل معه العديد من الإنجازات التي حققها سموه باسم مملكة البحرين وصطر اسمها بحروف من ذهب على المستوى العالمي وفي جميع الميادين بدأ عام 2017 بإشهار فريق البحرين مريدا للدرجات والذي هدف سموه من خلاله إلى تحقيق أعلى درجات التسويق والترويج لمملكة البحرين وما حققته من إنجازات كبيرة وإبراز صورتها الحضارية الناصعة في مختلف المجالات باعتبار الرياضة من أسرع الأساليب التي يمكن من خلالها الترويج للبحرين لما للألعاب الرياضية من أهمية بالغة نظراً للمتابعة الجماهيرية الواسعة ودائماً ما تسخر وسائل الإعلام مساحات كبيرة من أجل تغطية الفعاليات الرياضية المختلفة وبالفعل تحقق لسموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ما سعى وخطط إليه بعدما حقق فريق البحرين ميريدا للدراجات في مشاركته خلال موسمه الأول نتائج مميزة واعتلى منصات التتويج في طوافي إسبانيا وإيطاليا العالميين وفي بطولات الرجل الحديدي حقق سموه نتائج بارزة خلال البطولات التي شارك فيها خلال العام 2017 فأحرز سموه المركز الأول على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بطولة التاج الثلاثي للرجل الحديدي التي أقيمت في دبي بالإمارات العربية المتحدة كأسرع متسابق والمركز الخامس على التصنيف العام في البطولة على مستوى الفرق وتأهل الفريق البحريني بقيادة سموه إلى بطولة العالم للفرق التي ستقام في برشلون بإسبانيا في العام 2018 وفي بطولة ترايثلون تحدي الكناري في إسبانيا حقق سموه رقما جديدا محطما رقمه السابق وسط مشاركة 500 متسابق وفي بطولة العالم لرجل الحديدي التي أقيمت في مدينة شتانوغا الأمريكية حقق سموه المركز السابع والعشرين على فئته من أصل 3000 مشارك من نخبة المتسابقين في العالم أما في بطولة دبي الدولية للترايثلون فقد واصل سموه حضوره القوي في بطولات لترايثلون وتحقيقه للنتائج الباهرة بعد أن تمكن من تحقيق المركز السادس في الترتيب العام والثاني على مجموعته وسط مشاركة 1400 مشارك من مختلف دول العالم قبل أن ينطوي العام بتحقيق الإنجاز الأبرز لسموه في بطولات الرجل الحديدي وتتويجه بالمركز الأول في بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي التي أقيمت في مملكة البحرين وتأهل سموه على إثر هذا الإنجاز للمشاركة في بطولة العالم للرجل الحديدي التي ستقام في كونا بهاواي في أكتوبر 2018 في رياضة القدرة الرياضة المحببة إلى قلب سموه حيث حقق فيها خلال العام 2017 نجاحات وحضورا عالميا بارزا ونجح سموه بقيادته للفريق الملكي في تأسيس سباق القدرة ضمن مهرجان رويل وينسور في المملكة المتحدة وحظي أبطال سباق القدرة في رويل وينسور بتكريم ملكي متميز بعد أن قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا بتكريم الفائزين في السباق وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الفريق الملكي للقدرة حقق الأهداف التي شارك من أجلها في سباق رويل وينسور وذلك في طريق تحقيق الإنجازات الرياضية المشرفة للمملكة وفي سباق لاجينيرا الفرنسي حقق الفريق الملكي للقدرة ممثلا بفريق الرعود المركز الأول مؤكدا جدارة سموه في قيادة الفريق لتحقيق الإنجازات الرياضية المشرفة إضافة إلى إعداد الفريق للبطولات المختلفة في سباقات القدرة أملا في تحقيق المزيد من النتائج المشرفة وزيادة حجم الإنجازات للفريق الملكي للقدرة والعمل على تعزيزها كما كانت مشاركة الفريق الملكي في بطولة العالم للقدرة للفرسان الشباب والناشئين بمدينة ذيرون الإيطالية مشاركة مميزة أثبتت أن فرسان مملكة البحرين حريصون على مواصلة المشاركة في مختلف البطولات العالمية من أجل تحقيق الإنجازات الرياضية خاصة في البطولات الهامة التي وضعها الفريق الملكي على رزنامة مشاركاته بعد أن أضحى فرسان البحرين رقما صعبا في مختلف البطولات والمشاركات التي يخوضونها تحت قيادة سموه في إطار نشر رسالة السلام والتسامح كان لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة حضور لافت في إطلاق إعلان مملكة البحرين ومركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية حيث أكد سموه أن السلام يمكن تحقيقه من خلال التفاهم والمشاركة الفعالة مشددا على أن مملكة البحرين تدرك أهمية تهيئة بيئة معززة للسلام من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات للشعور بالرضا حيال أنفسهم ولفت سموه إلى أن تدشين المركز يتبع الإطلاق المثمر لكرسي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة في جامعة الاسبينزا روما لتدريس الحوار والسلام والتفاهم بين الأديان وفي مجال التمثيل المشرف لمملكة البحرين على صعيد العلاقات الدولية كانت زيارة سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى جمهورية الشيشان الصديقة زيارة تاريخية بكل المقاييس باعتبارها أول زيارة رسمية لمسؤول بحريني كبير لجمهورية الشيشان حيث حظيت تلك الزيارة باهتماما رسميا وشعبي رفيع وأكد سموه خلال الزيارة على حرص جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على بناء علاقات قوية ومترابطة مع جمهورية الشيشان وعزم جلالته الدائم على توطيد العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين وأشاد سموه بدور فخامة الرئيس رمضان أحمد قدروف وجهوده على صعيد تطور وتنمية واستقرار جمهورية الشيشان لكل ما فيه خير ومصلحة شعبها وحرصه الموصول على بناء علاقات قوية بين جمهورية الشيشان ومملكة البحرين في مختلف المجالات كانت جهود العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي في معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 واضحة للعيان حيث ترأس سموه اللجنة العليا المنظمة لأول معرض دفاعي شامل تحتضنه مملكة البحرين للوسائل الدفاعية الثلاثة البرية والبحرية والجوية وشهد المعرض والمؤتمر مشاركة واسعة من كبار الشخصيات العسكرية الدولية وممثلين من جميع أنحاء العالم كما استقطب أكثر من مئة شركة مصنعة دولية لأحدث المعدات العسكرية والتقنيات والأنظمة الدفاعية وأكد سموه خلال الكلمة التي ألقاها في مؤتمر التحالفات العسكرية في الشرق الأوسط المصاحب للمعرض على إدراك مملكة البحرين للدور المؤثر الذي تلعبه التحالفات في الحفاظ على الأمن الإقليمي باعتبارها عضوا مؤسسا في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي يعد مثالا ملهما وواقعيا للإنجاز والفاعلية وخطوة استراتيجية دشنت مرحلة حاسمة لمنع الدول المارقة وجماعات الإرهاب من تحديد مصير مستقبل منطقتنا وعالمنا وإيمانا من سموه بأن الشباب هم العنصر الرئيسي والمحرك لمختلف الأمور وأنهم الفئة الأكثر حاجة للعيش في بيئة مسالمة رعى سموه المنتدى الشبابي لصناعة السلام وذلك تعزيزا لدور الشباب في صناعة السلام ودعما لانطلاقهم نحو المستقبل وأكد سموه أن المنتدى الشبابي لصناعة السلام أتى في وقت حرج يمر به العالم بعد ارتفاع الأعمال الإرهابية وزيادة دعم ذلك من قبل جماعات ودول هدفها نشر فيروس الإرهاب في مختلف بقاع العالم حتى أصبح الأمر ليس مجرد حالة وتمر بها بل ظاهرة متفشية أصبح لزاما علينا وضع حد لهذه التجاوزات ومواصلة الطريق نحو التنمية والتطوير والازدهار في بيئة عنوانها السلام وضمن جهود سموه في العمل الخيري والإنساني أشاد بالدعم الكبير الذي يحظى به الاقتصاد الوطني من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه مثمنا سموه توجيهات جلالته الكريمة بمنح أسر الأيتام والأرامل تحت بظلة المؤسسة الخيرية الملكية نسبة ثلاثين بالمئة من أسهم شركة عقارات السيف دعما من العاهل المفدة للعمل الخيري والإنساني وجاء ذلك بمناسبة رعاية وحضور سموه الاحتفالية بمرور عشرين عاما على تأسيس شركة عقارات السيف مشيدا بالدور البارز للشركة من خلال مشاريعها الإنمائية والخيرية والاجتماعية ما يعكس الصورة المشرقة للمؤسسات الوطنية في خدمة المملكة على أفضل وجه كان عام 2017 حافلا ومليئا بالإنجازات والنجاحات التي حققها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في مختلف المجالات ولأن سموه دائما ما يدعو إلى المحافظة على البقاء في القمة ولا يعتبر الوصول إليها إلا تحديا يفتح المجال أمام المنافسين للدخول في معترك التحديات فإن التطلع لمزيد من الإنجازات يجعلنا ننتظر العام الجديد 2018 بكل ترقب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر